هل يجوز الاعتكاف في المنزل؟ قضية الاعتكاف بشأن تفهموا عليها مزيان الاعتكاف لهو الانقطاع من أجل عبادة الله والمذكور شرعا في سنة نبي عليه الصلاة والسلام لغير ذلك هذا لا يكون إلا في بيوت الله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد في المساجد فالاعتكاف يكون في المسجد قضية مدة الاعتكاف لغير ذلك هذه مسألة مذكور الخلاف فيها بين العلماء قالوا أقلها يوم وليلة يعني ما يعادل 24 ساعة وأكثرها هو العشرة أيام ويكون في رمضان اختلفوها ليكون الاعتكاف في رمضان وفي غير رمضان كذلك هذا مبحث آخر أنا الذي يهمني ونحن داخل بيوتنا إن كان حكم الاعتكاف إن كان حكم الاعتكاف سمعني مزيان حكم الاعتكاف لا يتحقق فينا فالحكمة الحكمة من مشروعية الاعتكاف هذه يجب أن نتحقق بها أضرب مثالا واسمعني مزيان الله يفتح لكم اسمعوني مزيان سأقرأ لكم كلاما لابن القيم رحمة الله عليه كلام نفيس جدا فيما يتعلق بالحكمة الحكمة من الاعتكاف الشاهد الكلام بابن القيم رحمه الله أنقله لكم بالمعنى يعني يذكروا أن السير إلى الله على خلاف السير إلى الناس السير إلى الناس يكون بالمسافات وبالأرجل والدواب بلغة ذلك السير إلى الله عز وجل يكون بالقلوب فلما كان السير إلى الله عز وجل بالقلوب فعلم من هذا أن في الطريق إلى الله سيكون يعني سيكون الناس على سرعات مختلفة فمنهم من يسير كما هو سيره على السراط منهم من يسير إليه كالبرق ومنهم من يسير إليه كالريح المرسلة ومنهم من يسير إليه كالخيل المضمرة ومنهم من يسير على وهو يحبو منهم من يسقط ومنهم فيجد العبد في طريقه إلى الله سواء ما يؤخره وقد يجد ما يعوق سيره إلى الله وقد يجد عياذا بالله ما يوقف سيره إلى الله هذه كلها أمور يجدها العبد في طريقه إلى الله فالقلب حتى يسير سيرا صحيحا إلى الله عليه أن يستجمع قواه وأن يستجمع همته وهذا لا يتأتى له إلا بالاختلاء بربه عز وجل لكن لكم الحكم لا يتحقق فينا داخل البيوت لكن الحكمة من مشروعية الاعتكاف علينا أن نتحقق بها فتجعل لنفسك في هذه الأيام المتبقية تدريبا لما هو بعد رمضان تجعل لنفسك أكبر قدر ممكن لماذا نقول أكبر قدر ممكن ليس أكبر قدر كين أكبر قدر ممكن رأي البيوت تختلف رأي اللي يبوحد فهو هذا في خلوة خصوة يطفي تلفاز وحبس تيريفون هذا أعطى الله عز وجل كل وسائل خلوة عليه هو أن يجتهد ومنهم من ليس له أرب لا في تلفاز ولا هاتف ولا شيء من هذا القبيل إلا المؤثرات التي تكون في بيته كي يكون بيت العائلة كي يكون كبير هذا بغي تسخار هذا سيرجيب هذا خود هذا هز هذا حط إلى غير ذلك فلا يجد وقتا المهم تجتهد لتجعل لك على الأقل على الأقل على الأقل في يومك وليلتك ساعة من نهار أو ليل تختلفها بربك لا هاتف لا تلفاز لا كلام مع أشخاص لا شيء من هذا القبيل هل تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف في المسجد النبوي كان يضرب خيمة داخل المسجد النبوي ويجعل حصيرا على بابها حتى يتم له الاختلاء قد قل لي داخل المسجد أي داخل المسجد لكنه يرى هذا يسلم عليه هذا يأتي يسأله هذا يأتي يستفسره هذا فحتى لو كانت الأسئلة والاستفسارات والسلامات كلها داخلة دائرة الذكر يعني الخير والشرع والفقه لغاية ذلك لكن حتى هذه تعوق سير القلب إلى الله عز وجل تخديش في سير القلب إلى الله وهذا صاحب أطهر قلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهمنا هذا صاحب أطهر قلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذن ومع ذلك يحتاج إلى هذه الخلوة فكيف بنا نحن وبقلوبنا وقلوبنا قد ترسب فيها من آثار الذنوب حتى ولو سقل قلبه بالاستغفار والتوبة والندم والعمل الصالح الرشاحة كما ذكرنا في البث المباشر للأمس ترجعون إليه في الصفحة التي انشئتم تبقى آثار ذلك الذنوب هذه الآثار لا يقتلعها من جذورها إلا ذلك الاختلاء التام بالله عز وجل فهمنا الاختلاء التام بالله سبحانه وتعالى هذه الخلوة تمكنك من لأن الخلوة كشافة مش هي كشافة البويسكوت يعني كدر تشيد الكشفية الخلوة كشافة من كثرة ما تكشف لك عن خبايا ما في قلبك نهارو ما طالح نحن نتكلمو وكادا وخصنديرو علينا أن نفعل ونفعل ونرفع ونترك ونخفض إلى آخر ذلك لكن عندما تجلس مع نفسك في الخلوة بالذكر الله بذكر الله عز وجل وخصوصا بتلاوة القرآن الكريم والتفكر في أحوالك تعلم من نفسك يقينا ما قد يخفى على الناس تعلم من نفسك التفريط وتعلم من نفسك القبح وتعلم من نفسك الخبث وتعلم من نفسك الفجور وتعلم من نفسك الغدرات والفجرات فتقوم الاستغفار منها على الوجه الصحيح فيكون استغفارك نابعا من القلب يكون استغفارك نابعا من القلب وهذا نطلبه سواء من إخواننا الرجال أو من أخواتنا وبناتنا النساء أيضا قد تقول ليك يكون أعمال البيت الطب خلق آخره ول 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 لا بد أن تستخرجي لنفسك وقتا للاختلاء بربك سبحانه وتعالى وهنا نداء للرجال وقد في كل مرة ننتكلم عن هذه المسألة ساعد النساء لهذه المسألة أرى هي لا صفات لك هذه السيدة اللي عندك في البيت أرى الأمور التي عندك تصفى بإذن الله عز وجل إلي عندك الهدنة داخل البيت أرى العبادة كالتيسر وإلى ما عندك شوق في إطلاق النار داخل البيت كيف تدير هذا القلب الذي يصليه والدقة من هنا والنقرب اللي هي والتيري فيها كيف تجيبها فساعدها حتى تساعدك حتى هي بشكل غير مباشر إذن كيف تساعدها لا تكثر من التشهي في قضية الطعام لا يكفيك لا قيمات ونوت ممزيان الزوجة رأى الله يجزي بخير أو للبنت أو للأم أو لكذا رأى تتفانى في تلك الخدمة محتسبة الأجرى عند الله عز وجل رأى تحجمت الضيء خاصة هي يتنوي مزيان مهمنا؟ محتسبة الأجرى عند الله سبحانه وتعالى لكنك أنت أيضا يعني خفف عنها الأعباء خفف عنها الأعباء ولا مثلا أنا سأجدهد مع الولدات نقل سأقرأ شيء شوي دي القرآن أو الولدات وكذا إلى خيره وأنت خذ دي لك دلوقيتها دي في الغرفة يعني اختلي بالله عز وجل تحتاجش حال ساعة دي المقانة أو حال نسو ساعة ساعة ونسو ما كيش يشكل أنا أصلا سأستغل إن شاء الله وتعالى مع الولدات إما نتذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إما أشغل لهم مثلا برنامجا يعني محفزا مثلا كين برامج تحفز على تعلم القرآن الكريم إلى غير ذلك تبين مثلا من أهم البرامج يعني التي أشجع شخصيا يعني أنصح لمن أراد أن يتتبع برنامجا أن يتتبعها برنامج قدوة لشيخ فهد بن سالم الكندري نفع الله به ونفعه الله برنامج قدوة هذا جميل لأنه يبين لك الناس الذين دخلوا في الإسلام الناس الذين دخلوا حديثا في الإسلام فهذا يفتح عي أعين الشباب أو يفتح أعين أولادنا يعني أولادنا باش مؤثرين أثرين بهذا الممتلين والمغنئين ومؤثرين بالكويرية أو كذا يعني في العالم الغربي وتأثرهم بما؟ بأموالهم بتسريحات شعرهم بجمال وجوههم إلى غير ذلك يعني يتأثرون بهذه الأمور فكذل لي كل ما تسعى أنت الآن لتحقيقه ذلك الشاب الذي تراه في هذا البرنامج قد تيسر له هذا الأمر هو أصلا عيش في ذلك الثقافة الغربية وكذا لكنه ما الذي فعله ذلك الشاب وماذا الذي فعلته تلك الشاب؟ اختار الإسلام وأنت الإسلام عندك الآن فاستغله واستفد منه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر